من نابلس ينضم إلينا خالد بدير مراسل الغد خالد حيث أنت طبيعة الفعلية جنوب نابلس تحديداً في بلدة عصيرة القبلية وقربها من مستوطنة يتسهار التي تعتبر شبحاً لأراضي المواطنين وأيضاً للمواطنين نعم حازم حيث نقف في هذه النقطة هي آخر مناطق التواجد الفلسطيني في بلدة عصيرة القبلية جنوب مدينة نابلس في المخلف نشاهد جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطر على مساحات واسعة من أراضي البلدة ثمانية ألاف دنم زراعي سيطر الاحتلال الإسرائيلي على عدد كبير منها ولم يتبقى إلا القلة وما تبقى أيضاً هو مصنف مناطق سيحة باتفاق أسلو وبالتالي في ظل الهيمنة الاستيطانية التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تكريسة يحاول أيضاً منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى هذه المنطقة نشاهد حشودات إسرائيلية كبيرة في هذا المعسكر الذي أقامه جيش الاحتلال الإسرائيلي على أراضي البلدة وعلى السفوح الجبلية في مناطق قيبورين وكذلك أيضاً عريف ومادمة وهنا في عصيرة القبلية وفي الجهة المقابلة حقيقةً البؤرة الاستيطانية الأشد تطرفاً في مناطق شمال الضفة الغربية وهي مستوطنة يتصاهر هذه المناطق والبلدات الفلسطينية المتاخمة للمستوطنة تتعرض بصورة شبه يومية الاعتداءات من المستوطنين تتمثل باقتلاع الأسجار وحرقها بالإضافة إلى شن هجمات على المنازل الفلسطينية وكذلك مليات إلقاء الزجاجات الحارقة صوب منازل المواطنين ما يهدد استقرار وأمن وأمان المواطن الفلسطيني في هذه البلدات المستوطنين لا يقف عند جملة هذه الاعتداءات خلال ساعات الليل يشن عدد من المستوطنين هجمات تتمثل في حرق المركبات وكذلك أيضا إعطاب إطاراتها أيضا المستوطنين في هذه المنطقة كما نشاهد الآن عبر شاشة الغد أقاموا عدد من البيوت البلاستيكية والمزرعات وحرث الأرض وهي الأرض التي بالنسبة للمواطن الفلسطيني ويملك أوراقها التبوتية ويمنعه الاحتلال الإسرائيلي من الوصول إليها تحقيقا للأطماع الاستيطانية في عملية التمدد والانتشار من أراضي عصيرة القبلية بالنسبة للمستوطنين عملية الطريق الاستيطاني سيعبر من أودلا وكذلك حوارة إلى بورين وزعترة وعدد من البلدات الفلسطينية سيلتهم ألاف الدنومات الزراعية كذلك أيضا هناك حرب شرسة يكون بها المستوطنين من خلال التوسع الاستيطاني الذي نشاهده في المقدمة بعض المستوطنين قبل دقائق خرجوا إلينا وقاموا بالتقاط الصور وعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي يؤمن لهم الحماية فبالتالي اليوم الفعالية تأتي للتأكيد على الرفض القاطع بالتأكيد للحملة الاستيطانية المصعورة في مناطق شمال الضفة الغربية وتحديدا هنا في قرى جنوب نابلس حازم نعم خالد بدير مراسل الغد كنت معنا من نابلس شكرا جزيلا لك